جميل دي المسألة الأولى أنا حتوقف عند بعض الأحكام مش هكلم بها في الرقائق والكلام ده كلمنا فيه النية الأول أركام الصيام يا أحبابي الصيام لغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء حكاية عن مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما صوما أي عن الكلام فالصيام لغة هو الإمساك والامتناع عن الشيء تب خلي بالك الصيام مصطلاحا هو الإمساك والامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس مع النية من الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية ده تعريف الصيام أقولت أين الصيام اصطلاحا هو الإمساك أو الامتناع عن جميع المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس معه النية النية ركن النية ركن لا يصح صيامك بدون نية خلي بالك يا أولاد لا يصح صيامك بدون نية لابد أن تعقد النية على الصيام رمضان طيب إمتى متى أعقد النية على الصيام؟ الصيام نوعان صيام فريضة وصيام نافلة أما صيام الفريضة فيلزمك أن تبيت النية قبل الفجر وأن تعقد النية لصيام رمضان قبل الفجر هل تجزئك نية واحدة للشهر كله؟ يرى جواز ذلك المالكي ويرى الجمهور ورأي الجمهور أصح وأولى أنه يلزمك أن تعقد النية كل ليلة لكل يوم على حدة فصيام كل يوم عبادة مستقلة ما الدليل على ذلك؟ ما رواه أصحاب السنن أبو داود والترمذية والنسية والنماجة بسند صحيح من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له خلي بالك ما لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له يبقى لابد من تبيت النية وجوبا في الليل قبل الفجر طب النافلة لا يلزمك أن تبيت النية بليل وإنما لك أن تعقد النية على صيام النافلة في أي وقت من أوقات النهار بشرط أن تكون لم تأكل شيئا أو لم تأتي أي مفطر من المفطرات كالجماع مثلا لأنه لا تصر المفطرات على الأكل والشرب فإذا لم تقع فيه أو تأتي مفطرا من المفطرات فلك أن تعقد النية في صيام النافلة في أي وقت من النهار وأنا لم أقف على دليل على الإطلاق يفرق ما بين قبل الزوال وبعد الزوال لا أقلم أقف لأهل العلم أبدا على دليل يفرق متى أعقد النية هل أعقد النية قبل الزوال لو جاء وقت الزوال لا يصح لي أن أعقد النية حتى ولو لم أتناول مفطرة من المفطرات لا أقف على دليل لعلمائنا ولأئمتنا على هذا على الإطلاق وهذا قول المحققين من أهل العلم وإنما لك أن تعقد النية في الصيام النافلة في أي وقت من النهار ما لم تكن قد أتيت مفطرا من المفطرات ما الدليل ما رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء الله 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 أنا دبيت هزني الحية دبيت من بيوت النبي أخوانا لا وبيت أحب نسائه إلي النبي راح يسأل هل عندكم أكل في طعام هل عندكم شيء فتقول أم المؤمن عائشة لا لا يا الله اللهم اصطرنا ولا تفضحنا واجز عنا نبينا خير الجزاء الواحد يدخل للتلاجة يبص ليه التلاجة مش عارفة تتنفس مش قادرة تتنفس أو الله والرسول على الصين يقول هل عندكم شيء تقول له لا وهو من هو حبيب الخلق صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء قالت لا فيوم النبي يقول ايه يقول فإني إذن صائب لا سلام فإني إذن صائب ما فيش مشكلة ما عملاش أضية ما مش ممكن الزجاء تطلق بردها ده لا 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 قال فإني إذن صائب قال ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيس فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل الله فأكل يعني مرة دخل ما فيش طعام خلاص يبأ صائب مرة دخل فيه طعام خلاص ناكل صلى الله عليه وسلم أمر يسير وعادي يعني إذا أردت أن تراه صائما رأيته صائما وإذا أردت أن تراه مفترا رأيته مفترا وإذا أردت أن تراه قائما رأيته قائما وإذا أردت أن تراه نائما رأيته نائما الحديث الصحيحين من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الله وسلم وبارك على من علمت دنيا الاعتدال فلا إفراط الله وسلم وبارك على من علم الدنيا الاعتدال فلا إفراط ولا تفريط يبقى النية ركب طيب هل يلزمني أن أتلفظ بالنية؟ لا بل بعض أهل العلم قال إن التلفظ بالنية بدعة ابتداء نويت الصيام غدا من شهر رمضان فرضا علي لربي إيمانا واحتساب إيه ده ما لش أصل؟ زي نويت صلاة العشاء أربع ركعات فرضا حاضرا لله علي خلف هذا الإمام في قامع التوحيد والمكتلون أخضر كل ده ما لش أصل خالص والله أكبر خلاص أتكلف نفسك ليه؟ وأخي يكون مصب بالوسواس أو رجل مصب بالوسواس يدخل نويت وأصلي الله نويت وأصلي يا شراء نويت يا عم إيه؟ وليه لأنك ضيقت على نفسك ما خلاص إذا دخلت النبي قال المسيء في الصلاة إذا أتيت الصلاة فكبر ده رجل بيتعلم والمعلم يعلمه لو كان التلفظ بالنية مشروعا لقال له إذا أتيت الصلاة العشاء مثا فقل نويت وأصلي صلاة العشاء أبدا وإنما قال إذا أتيت الصلاة فكبر الله أكبر خلاص الله أنت جاي هناك من آخر الدنيا عشان تحضر دلوقتي جاي تحضر في صلاة الظهر ولا صلاة المغرب والعشاء طب إذا كنت وأنا العبد وأعلم أني أصلي المغرب وسأصلي العشاء هل أنت بحاجة إلى أن تعلم ربك أنك سأصلي المغرب والعشاء؟ هذا كلام مالوش أصل فلا تضيق ما وسع الله ولا تبتدع في دين الله بما لم يأتي به الحبيب رسول الله وما تستهنش بالآمر ما يدي المصيبة ما يدي المصيبة أن أنا أتوهم أن دي ما فيش فيها حاجة ودي ما فيش فيها حاجة وبعدين نزيد على الدين ما لم يأتي به رسول الله إمام ملك قالها عبارة عجيبة أقول للراجل اللي عاوز يحرم من عند القبر الشريف عاوز يحرم من عند القبر الشريف من المسجد النبوي بقول للإمام ملك من أين يحرمه يا إمام قال من ذي الحليفة حيث أحرم رسول الله من مقات المدينة لو أبيار علي الآن فالراجل قال له طب بس أنا عاوز أحرم من عند القبر هنا عاوز أحرم من عند القبر الشريف عاوز أحرم من المسجد عاوز تقرن المسجد النبوي بالقبر الشريف بذي الحليفة استحيل طبعا فقال له الإمام مالك شايف كلام العلماء يا أخي شايف كلام الأئمة قال لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة فتنة قال له أي فتنة يا إمام إنما هي أميال أزيدها ده ثلاثة ميل بس حزيدهم وخلاص فلتع الموضوع فرد عليه الإمام وقال وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله وبعدين استدل بالآية أنا من أعجب الاستشهادات للآئمة هذا الاستشهاد للإمام مالك عندي من أعجب الأدلة اللي استدل بها على مسألة هذا الدليل اللي استدل بالإمام مالك يقول لي يقول له فإني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ده كلام العلماء مش بالهوى يا أخوانا وفيه مولانا طب والله مولانا ما بيعملش هو نحن بنغني هو مولانا عملنا معصية هو أيها معصية أنت ما تبتدع في الدين تبقى ارتكبت معصية من أكبر المعاصر تبقى أنت بتتهم النبي بأنه قصر في البلاغ عن الله تبقى أنت بتتهم النبي أنه نسى يبلغنا حاجات أنت بسلامتك اللي جايبها وجاي من جديد ده تقصير تهم للحبيب البشير النذير بالتقصير إنما أنا متابع ولست بمبتدع هو ده الحب وهو ده الدين هو ده إنك تشوف النبي مشى على الطريق يشر رجله اليمين حط رجلك اليمين على موضع الآثر يرفع قدمه اليسرى ضع قدمك اليسرى خليك مشى على الغرز ده أوعى تبعد أوعى تروح كده ولا تروح كده إلزم الأثر والزم الغرز ووالله سترى حتما بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى سترى النبي في آخر هذا الطريق ينتظرك على الحوض خلاص تشرب من الحط شربه خلاص ما فيش بقى لضمأ ولا شقاء ولا تعاسى بعدها أبدا حتى تسعد بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم اللهم اجعلنا وياكم من أولئين السعداء طيب يبقى خلي بالك النية هل يشترط يا مولانا التلفظ بالنية لا لا يشترط بل لا يصحه أصلا معذرة الألفظ دقيقة الفظ الفقه دقيقة يا أخي لا يصحه أصلا فرق كبير ولا يشترط ولا يصح صور فرق كبير من النحاء الفقهية لا لا يصحه أصلا أن تتلفظ بالنية إنما النية محلو القلب ولازم تبيت النية لكل ليلة طيب يا مولانا أنا نسيت نسيت عقد النية خلي بالك قيامك للصحور نية نية طب ما أمتش أصلا للصحور عقدك للنية أن تستيقظ لتتناول الصحور نية من رحمة الله فالأمر فيه سعى بفضل الله عز وجل ولا تتلفظ بها ولا تحرم نفسك كما سأبين في بعض أداب للصيام الآن من الصحور ولو على جرعة ما وسأرجو الحديث إلى هذا طيب يبقى تبيت النية